كريم ساركيس رح أطرح عليك عشر أسئلة حاضر حاضر لو كان الرئيس ساركيس على قيد الحياة بهذه الأزمة المالية شو كان عمل برأيك؟ أول شي ما كنا وصلنا لهون لو كان الرئيس ساركيس عايش أو حاكم مصرف لبنان أو رئيس جمهورية ما كنا وصلنا لهون شو كان عمل أكيد كان لقى حلول بشفافية لصالح المواطن هل برأيك بشلانو رح يكون الرئيس الأخير المسيحي للدولة اللبنانية؟ لا أنا بآمن أنه رح يضل الرئيس المسيحي لبنان البلد الوحيد بالشارع الأوسط اللي هو الرئيس مسيحي ووجهه مسيحي فبقى ما حدا رح يتخلى عن هالموضوع تعريفك لحزب الله؟ حزب الله حزب سياسي لبناني مسلح نخرط بالعمل السياسي وشعبه معه بس العمل العسكري اللي عم يقوم فيه إن شاء الله نوصل لستراتيجية دفعية يرجع ينخرط لواء المكاومة بتابعه بالجيش اللبناني في حال كريم ساركيس رح يترشع على الانتخابات النيابية بقضاء بعبدة عنده حلانيات تحالف مع الطيار الوطني الحر حزب الله يا مع القوات مع مين بروح؟ أنا مستقل عندي رأي بكل حزب اليوم بس أنا بالنتيجة هذا الانون اللي راكب اليوم اللي هو اللي عمله بال2018 هذا الانون أحزاب يعني نحنا بديعتيك مثل ببعبدة عنا ست مقاعد قبل ما تبلش المعركة خمسة خلصين أنا موجود بمنطقته موجود كرئيس الاتحاد كرئيس بلدية لماذا ما ترشحت لحديث هلأ؟ لأنه ويني أضعفك كريم ساركيس؟ أنا أضعفي لأنه أنا مني حزبي وسير الداخلية مخصر على إجراء الانتخابات البلدية برأيك هل ستحصل؟ لا ما رح تحصل وما حدا من الأحزاب اللي عم بقولوا بدهم انتخابات ما حدا بدهم انتخابات عم بيدحكوا على العالم إزمان آرين إي لبنان وقت عهد الياس ساركيس ولبنان اليوم كيف يصفوا كريم ساركيس؟ بنخيل للرئيس يعني تعيس الوضع شو بدي أوصف ما في أوصف أكتر من هيك الرئيس ساركيس كان عم يشتغل أنه يجي من بعده يا روني معواد يا ميشيل قدي ولكن إجي الرئيس بشير جميل ولم يكن هو من المشجعين أن يجي رئيس جميل ولكن الرئيس ساركيس بكي على بشير شو حطه ناقض؟ طي كامل الحكب الشهيبية أو من الإكيب طبع الرئيس ساركيس والرئيس الشهيب كان فيه بالنسبة له يا ميشيل قدي يا روني معواد كان واحد من هاتنين بنظره بس وقت صار فيه الإشتاح الإسرائيلي وبشير فرض نفسه ساعده لبشير وقتنع ببشير وحبه لبشير وعب تسأليني لاي بكي على بشير هو الرئيس ساركيس أصلا عاطفة وصار يحبه لبشير آخر فترة من كانوا ابنه ابن خيو للرئيس ساركيس رفقته بالأسر الجمهوري وقت كان رئيس جمهورية ورفقته بمرضه خبرني هالمرحلتين آخر فترة وقت المريد كان متقبل مرضه مع أنه مرضه ما كان بيقتله إذا بدك شو كان مرضه للرئيس ساركيس؟ مرض شيء اسمه تشاي دراجر مش كانسر كان شيء خاصه بالنورولوجي يعني قريب من عيرة الباركنسون بس كان مع الوقت عب تدهور صحته يعني أنه ما بقعد فيه يمشي لحاله ما في طلع يوم عن كرسي لحاله ما في طلع درج لحاله يعني كانت هالمكومات الجسدية طبع الإنسان عب تدوب وكيف تقبل هيدا المرحلة؟ لا كان معنوياته قوية بس هو توفى مثل ما بتعرفه مثل ما كتير بيعرفه نايم يعني ما كان مستنظر يمكن صار معه يمكن أريكاردياكو نايم بس كان متقبله يعني ويعي على موضوعه ويعي على ملفه كان يروح كل 4-5 شهر على أمريكا عم يتطبب كان بس عارف أنه 10-15 سنة عنده مش أكتر شو بتقله اليوم للرئيس ساركيس بعد 39 سنة على غيابه؟ حب قلو داع بيجينا نحن عائلته كل اليوم بيجينا مساجات الله يرحمه دعانه يعني في كتير فترات كان يعتبر حاله ظلمو والد كان بعهده بس هلأ الناس كلها بتكرمه يريد فيه شوف هالشيء صحيح الناس كلها عم تنصفه هلأ للرئيس ساركيس كريم ساركيس جوابت على 10 أسئلة شكرا لالا مرسي إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر